وعقب انتهاء الجلسة عقدت اللجان الدائمة الخمس بمجلس النواب اجتماعاتها وذلك الانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم بناء على قوائم أعضاء اللجان التي أقرها أصحاب السعادة النواب خلال الجلسة نعم وقد أسفرت نتائج انتخابات الرؤساء اللجان ونوابهم على اللح والتالي سعادت النائب فاضل السواد رئيسا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وسعادت النائب محمد العباسي نائبا لرئيس اللجنة سعادة النائب أحمد السلوم رئيساً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية وسعادة النائب أحمد العامر نائباً لرئيس اللجنة سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وسعادة النائب عيسى الدوسري نائباً لرئيس اللجنة سعادة النائب أحمد الأنصاري رئيساً للجنة الخدمات وسعادة النائب عمار حسين نائباً لرئيس اللجنة سعادة النائب خالد بوعينغ رئيساً للجنة المرافق العامة والبيئة وسعادة النائب أحمد الدمستاني نائباً لرئيس اللجنة كما فاز سعادة السيد عادل عسومي برئاسة لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي وسعادة النائب معصوم عبد الرحيم نائباً لرئيس اللجنة اشتركوا في القناة